توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى قصر الجمهوري بعبدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير لرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة وخلال الكلمة تقدم السيد وزير الداخلية بأخلص التهاني وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة مشيرا إلى أن تلك الذكرى هي التي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجم فيها أسمى قيم العطاء والتضحية وبهذه المناسبة نقل وزير الداخلية للرئيس السيسي نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهود برسالة الأمن للصون مكتسبات الوطن دعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يوفقه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصر الغالية